السلام عليكم ازايكو عاملين يا رب الجماعيكم بخير هنقول من السيرة النبوية أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ جاءه أعربي وقال له يا محمد احمل لي على هذين الجمالين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك فهم الصحابة أن يضربوا الأعربي أم عشان يضربوا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم للأعربي ويقول له المال مال الله وأنا عبده ثم أخبره الأعربي بخطأ في الطلب فقال الأعربي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنك لا تكافئ السيئة بالسيئة ولكنك تكافئ السيئة بالحسنة فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بحمل لجمل شعير وآخر تمر عليه أفضل الصلاة والسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الكعبة سيل فأعادت قريش بناء الكعبة فلما انتهى البناء تشاجر أهل مكة حول من يضع الحجر الأسود في مكانه حتى كادت أن تقوم حرب وارتضوا أن يحكم أول من يدخل عليهم فكان أول من دخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو الصادق الأمين فلما حكموا أحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا ووضع الحجر الأسود فيه وأحضر من كل قبيلة رجلا فحمل الرجل الثوب بالحجر حتى مكانه ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر مكانه وأطفأ بحكمته حربا كادت أن تقوم بين أهل مكة كانت في المدينة امرأة صارقة من بني مغزوم وكانت هذه المرأة من عائلة كبيرة فكلم أهلها أسامة بن زيد لكي يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب للنبي وطلب منه إعفاء هذه المرأة من حد الصرقة وهو قطع يدها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح للمسلمين أن الله أهلك الأمم السابقة لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترقوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فعلم الناس أن العدل واجب بين كل الناس سواسية باختلاف طبقاتهم وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقت الظهيرة تحت شجرة فتسلل إليه أحد المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه فحمل المشرك سيف الرسول صلى الله عليه وسلم في يده ثم وقف عند رأس الرسول وقال له بعد أن أيقظه من يمنعك من أن أقتلق الآن يا محمد فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء ثم قال للرجل الله فسقط الرجل على الأرض وسقط السيف من يده فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف منه وقال له من يمنعك مني الآن قال حلمك وأخذ الرجل يستمح النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه النبي وندم الرجل على ما فعل ودخل الإسلام لعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من البادية المسجد النبوي فلم يجد مكانا يقضي فيه حاجته فذهب وقضى حاجته في ركن من المسجد فنهره الصحابة وذهبوا يمنعونه من التبول في المسجد فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوه يقضي حاجته فلما قضى الرجل حاجته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بماء فيصبوا على بول الرجل ليطهروا المكان ثم قال صلى الله عليه وسلم للرجل يعلموا أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقزارة إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن لما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحج حجة الوداع جاءه أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله إن عندي ناقة غير التي أركبها أضع عليها زاد من الطعام فهل تضع زادك معي فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأعطى أبو بكر الناقة لغلام عنده كي يحفظها وفي الطريق نام الغلام فضاع منه البعير فجاء الغلام وليس معه شيء فسأل أبو بكر الغلام أين البعير فقال الغلام لقد ضل البعير فغضب أبو بكر من الغلام وأخذ يدربه ويقول بعير واحد ضل منك فلما زاره النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبتسم ويقول ألا ترون إلى هذا المحرم أبي بكر وما يصنع وجاء جماعة من الصحابة بقصعة فيها طعام للرسول عليه الصلاة والسلام ووضعها بين يديه فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر قائلا هلم فقد جاءك الله تعالى بغذاء طيب وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من روع أبي بكر وقال له هون عليك فإن الأمر ليس عليك ولا علينا معك قد كان الغلام حريصا على ألا يصل ببعيره وهذا خلاف ما كان معه فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله وكل من كان معه حتى شبع الجميع عليه أفضل الصلاة والسلام أراد زيد بن سعية أحد علماء اليهود أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى من النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وأعطاه السمن على أن يأخذ منه التمر في موعد محدد وقبل الموعد بيومين أو سلاسة جاء زيد وأخذ بقميص الرسول صلى الله عليه وسلم ورداء ونظر إليه بوجه غليز وقال له يا محمد ألا تعطيني حقي ولا تماطل فيه فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغضبا وقال له ما تقول يا عدو الله وحاول ضربه بسيفه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر وقال له يا عمر إن أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك تأمرني بحسن الآداء وتأمره بحسن الطلب اذهب يا عمر فاقضيه حقه وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته فذهب عمر ومعه اليهودي فقال اليهودي لعمر كل شيء عرفته من رسول الله من علامات النبوة إلا حلمه وقد عرفته الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من رجل شاه بطمر من نوع جيد فلما جاء الأعربي إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الطمر اعتذر له الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمه أنه كان يظن أن عنده هذا النوع الجيد من الطمر لكنه لم يجده عنده فقال الأعربي لقد غدرت به وخنتنيك فقال له الصحابة تقول هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقلع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأحد الصحابة يطلب منه هذا النوع من الطمر وأن يعطيه للأعربي فذهب الأعربي وأخذ الطمر ولما عاد وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فقال له جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والناس أولئك خير الفأس الموفون المطيبون الناس الموفون اللي بيوفوا بعضهم الطيبون كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد ابن معاز ولما جاء وقت القيلولة نام عنده صلى الله عليه وسلم وفي وقت الرحيل أتى معاز بحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه وكان الحمار يشرد فأراد سعد أن يركب ابنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسيس الحمار ويرده إن شرد يعني لو الحمر يعني مش كده أو كده يبقى واخد باله وين وهيمشي إزاي تمام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل ابنك أمامي فقال سعد بل خلفك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الدبة أولى بصدرها فقال سعد لا أبعسه معك ولكن رد الحمار فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرد إليه الحمار وقد أصلح من شأنه اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة فكان إذا اشتدت الحرب احتمى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام سمع أهل المدينة صوتا مرعبا فأسرعوا نحو الصوت ليروا ماذا حدث وفي طريقهم وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا فرسا أبي طلحة ابن عبيد الله والسيف معلق في عنقي وهو يقول لهم لا تخافوا ما وجدت من شيء فطمأن الناس وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الفرس لأبي عبيد الله وهو يمدح قائلا وجدناه بحرا أي سريعا وكان فرس أبي عبيد الله قبل ذلك بطيئا في غزوة الأحزاب بدأ المسلمون في حفر الخندق واعترض المسلمون صخرة كبيرة لم يستطيعوا تحطيمها فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها أخذ سوبه وأخذ المعول الذي يحطمون به الصخرة وزي الفاس يعني ثم نزل وقال بسم الله فضربها ضربة قصر جزءا منها ثم ضرب ضربة أخرى فقصر جزء آخر فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويضرب بالمعول حتى حطم الصخرة عليه أفضل الصراط والسلام جاءت امرأة بسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله نسكت لك بيدي هذا السوب عملت لك السوب ده فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسه وخرج على الصحابة فرآه رجلا فقال يا رسول الله بأبي وأمي أنت هب لي هذا السوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطى من سؤله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وقد طوأها له وأعطاها إياه فنظر الناس إلى الرجل نظرة غضب فقال الرجل والله إني ما طلبت السوب لألبسه ولكنني طلبته ليكون كفني ولكن هذا السوب الكفن الذي دفن فيه الرجل وقد تعلم الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الجواد والقرم والعطاء عليه أفضل الصلاة والسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر وفي أثناء الطريق توقفوا مدة من الوقت عشان خطر يكبوا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزبحوا شاه فقال أحد الصحابة يا رسول الله علي زبحها وقال الآخر علي سلخها وقال سالس علي تبقها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم علي جمع الحطب فقال الصحابة نحن نعمل لك يا رسول الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض وقال لهم لقد علمت أنكم تكفونني أنا عارف أنتوا عايزين تريحوني ولكني أقره أن أتميز عليكم وأن الله تعالى يقره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه كان معاوية ابن الحكم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صلاة وكان معاوية لا يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز وعندما عطس رجل قال له معاوية بصوت عالي يرحمكم الله فاستغربوا الصحابة يعني متكلم في الصلاة إزاي فعدها تاني فبصوله تاني فهو مستغرب فبعدما خلص الصلاة الرسول عليه السلام قال له إنما الصلاة للتزبيح والتكبير وتلاوة القرآن تمام عليه أفضل الصلاة والسلام جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا فغضب الصحابة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ليهم أن أسكتوا ثم قرب النبي صلى الله عليه وسلم الشاب منه وقال له برفق ولئن أتحبه لأمك فصاحب غلام لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم للغلام أتحبه لأختك فقال لا فقال كذلك الناس لا يحبونها لأخواتهم ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لعمتك فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم الناس كذلك لا يحبونه لعماتهم فأقره لهم ما تقره لنفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف على قلب الشاب ودع له بالهداية فأصبح الزنا أشد شيء يقره هذا الشاب دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر